تعالوا نتعرف عن ثقافة الانتقاد في مجتمعنا الشرق على تأثير وعلى منعتنا النفسية ومنعتنا أيضاً الجسدية رحموا عنا بالدكتور علي عبدالرادي استشاري التأهيل النفسي في جامعة عن الشمس هيكلمنا عن هذه الثقافة و هيكلمنا إزاي ننتقد و إزاي نوصل وجهة نظرنا من غير ما نجرح إلى آخر منرحب بيك يا دكتور علي و أهلا بحرك في صباح القناة صباح الخير عليك يا أستاذ مصطفى و صباح الخير لكل المتابعين و كل المتابعين للقناة الأولى و متابعين بالنامج صباح الخير رب تكونوا بسعداء و عام سعيد اللي جاي إن شاء الله بإذن الله و كل سمط ضايبين أهلا بحضرتك مرة تانية حسألك سؤال ربما يكون مباشر شوي هل إحنا كمجتمع شري أو كمجتمعات شرقية أو كمصريين ثقافة الانتقاد عندنا يعني فيها بعض الحدة و إيه أكتر المجتمعات اللي جوه مصر يعني صعيد و وجه بحري بدو فلاحين اللي ثقافة الانتقاد عندهم ربما تكون يعني أكثر حدة من الآخرين تمام سؤال مهم جدا و خلينا نخش في صلب الموضوع الانتقاد مؤثر نفسيا مؤثر نفسيا أحنا بنفرق ما بين أنواع كتيرة جدا من الانتقاد هل أحنا عندنا المسؤولية التربوية اللي بننقل بها خبراتنا الثقافية و خبراتنا المعرفية لإدجيل الجديد طب هل الخبرات المعرفية دي ضروري فيها منهج الانتقاد يعني مهم جدا أن أكون فاهمي عن انتقاد عشان ربي أولادي طيب علماء النفس حسم الموضوع و كمان قالوا حاجة مهمة جدا لغاية سنة تسعة سنين الأولاد والبنات والأطفال عموما تسعة سنين ممنوع الانتقاد لأنه ما بفرقش ما بين انتقاد سلوكه أن أنا مثلا صطع لي أو عنيد أو حصل مشاغبة معينة فأنت هنا ما بعرفش يا فرق بابني أنك انت انتقادت سلوكي ولا انتقادت ذاتي فبياخد أن الموضوع ده انتقاد ذاتي لي فيبدأ يحصل له نوع من الدنيا أو تكسير بداية نواة الشخصية بتاعته هو الغاية تسعة سنين ما تكونش الشخصية بتاعته بس ده بيأثر في تكوينها بيعمل عرقلة للشخصية السؤال الأهم يعني إيه بيعمل عرقلة للشخصية البناء النفس للشخصية يكون نقول إن الشخص ده شخص سوي وشخص متكامل السواء وعنده نوع من التصالح النفسي ومصلح نفسه يبقى عنده نوع من التطور النفسي يبقى عنده قدرات تعليمية كويسة جدا يعرف يستفد من برامج التعليمية كويس ما يحصلش عنده مشاكل تعليمية ما يحصلش عنده مشاكل نمو نفسي يعني يفضل وقف في مرحلة الطفولة ما يروحش مرحلة المراقة أو مرحلة الشباب يفضل متمسك بالذكريات الماضية وطول الوقت يعيد في الزكريات الماضية طول الوقت يعيد في فعند عقدة من الماضي بيقررها دايما أو بيبدو أثر على حياتك طبعاً ده جايز في مراحلة متقدمة جايز كمان إنه هو طول الوقت يبقى فاكر المواقف الماضية فاكر الأشخاص اللي كانوا بينتقدوه فاكر صعوبة المعاملة الوالدية وتأثيرها عليه فيبدأ طول الوقت قاعد في المرحلة دي ما بيشوف في الحياة يفضل ممكن يحصلوا نوع من أنواع الإحباط نوع من أنواع عدم المشاركة المجتمعية يفضل منغلق يحصلوا نوع من كلم ده في كل المجتمعات حلو جداً وده مش كلام صحي وأنا ده بقى أسألك يعني أنت في الصعيد مثلاً الشباب بيشوف يعني يعني مربما يكون فيه حدة بعض الشيء صحيح وناس كتير حتى في مجتمع الواصل مش بس في الصعيد يقول لك يعني أنا اتضربت من أبويا وطلعت راجل أو بقت زي الفل وساوي نفسياً يمكن الكلام ده في المجتمعات الأوروبية ولا برضو منطبق على مجتمعاتنا الشرقية منطبق على مجتمعاتنا الشرقية خليناً نقول حتى الضرب كمان من بعد سنة تسعة سنين ليه طرق وضوابط معينة وطبعاً يعني أنا برضو بفرق أنا ما بين الذكر والأنثى ما بين الشاب أو الفتاوى والصبي طيب خليناً عشان موضوع الضرب ده أخذ موضة شوية في البحث العلمي بالضبط واللي نقله وما نقلهوش بحزة فيه فقالنا بما أني الرجل الشرقي والعربي لو أرى ورقة بحسية مكتوب فيها ضوابط العقاب مش هيفهم أني ضوابط العقاب أنك إنته المنع من المميزات مش المنع من الأكل والشرب لا أنه مثلاً لو بيأخذ مصروف عالي هيتقطع عنه المصروف لو دلوقتي هو بيستخدم الموبايل بسضبط لو فيه تناحة أنا آسف في اللفظ اللي أنا بقوله منعت الموبايل منعت البلايستيشن منعته كلها وما فيش فايت طفل عميد حلو جداً اسمه بعد كان يستخدم الوقت مش هيعند معاه بس حقبت قواعد في البيت أنه أنت مش تأخذ الموبايل منذ أسبوع لأ أنت مش تأخذ الموبايل على الدوام يعني بشكل مستمر مش تأخذ الموبايل خالص مفيش موبايل خالص آه يعني هو مش بس أسبوع لأنه ما يبقى عارف أنه بعد أسبوع هيأخذ الموبايل لأ طيب ولازم يكون ردة الفعل اللي معاقب عليها مساوية للفعل يعني ما يكونش تراكمة الأفعال والحاجات اللي هو موقف بسيط أنا ما يستدعيش أنك تأخذ الموبايل مني ما يستدعيش أنك تقطع الواي فاي مني ما يستدعيش أنك تحرمني من الخروجها مع أصحابي فهو ده الجزئي دي لازم يكون العقوبات اللي احنا بنقولها لأولادنا مناسبة للأفعال السيئة اللي عملوها وده تحت حاجة بنسميها اتفاق طيب تسعة سنين هتتفق معاه من أول خمس سنين وقبلها ثلاث سنين تتفق معاه على أشكال العقوبات نتيجة السلوكيات النقط من الحاجات السلبية اللي بيعاني منها الأطفال في المرحلة دي أيوة وده اللي بيخليه بقى هو عرضة للتنمر هو اللي بيخليه لما يجي صاحب يتنمر معاه لتوافق التنمر اللي حصل له في المدرسة مع الطريقة اللي والده بينتقد بيها أو والدته بينتقد بيها فهنا بيزعلوا هو كل الناس شايفيني مش فاهم أو غابي هو كل الناس شايفيني إن أنا عندي تلعثهم كل الناس شايفيني إن أنا ما بعرفش أتواصل مع الآخرين هو حتى إذا كان والدي ووالدتي اللي هما بيدعموني وبيخلي عنده عندي ثقف نفسي شوية وبيخلي عندي شجاعة بيخلي عندي انفتاح للحياة عاملين لإحباط أو كبت فبالتالي أكيد أصدقائي في المدرسة أو أصدقائي في النادي مش هيوفروا لي البيع دي فبالتالي يبدأ هنا يحصل قصول للشخصية بتاعته في سن معين النقضي مفيد معه أيوة من بعد سن المراقق نقدر منقول من سن 18 سنة انتقاد بعد السلوكيات بطريقة إيجابية وهنا منفرق ما بين دائرة الانتقاد يعني أنا من سن 9 ما انتقفش ما بنقول الانتقاد ما لأعمل إيه طيب توجه بإيه الفرق من التوجيه والانتقاد التوجيه ما فيهوش فيه إنك إنت أخطأت وإنك إنت سيوكك كان سلبي في الموضوع ده وإنت ما كنتش بتفهم وإنت ما كنتش مركز ده اسمه انتقاد تمام؟ أعمل إيه طيب نقوله السلوك اللي انت عملته في الموقف ده ما كانش أفضل اختياراتك كان ممكن تعمل واحد واثنين وثلاثة واخد بالك المرة اللي جاية انت تقدر تعمل كذا المرة اللي جاية الأفضل إنك تعمل كذا المرة اللي جاية الطريقة الصحيحة للجزئية دي إنك تعملها كذا وتديله ثقاف نفسه وتفكره بكل حاجة إيجابية هو عملها وتشجعه وتمدحه عن ناحية تانية طب ما برضو من مناهج التربية منهج المدح احنا ليه استخدمنا الانتقاد وما استخدمناش المدح ويقوم ان المدح هو أهم جدا هم أهم وسيلة الانتقاد هو موجود عندنا في علم النفس بس احنا مش بنرجع لي اسم العلاق بالمواجهة إنك تواجهه ده لازم يكون الشخص راشد بالغ عاقل مدرك إن أنا كده بوجهك ولازم يكون من شخص اعتباري يعني ايه شخص اعتباري؟ من الدائرة الأولى يعني الأب الأم العم الخال تمام هم اللي يوجهوا وينتقدوه ممنوع أصحاب ينتقدوه أو يوجهوه المعلم بتاعه يعني رغم من المعلم حاجة مهمة جدا بس لدرجة معينة في العملية التعليمية ما ينتقدش ثقافته ما ينتقدش سخصيته ما ينتقدش كل مجمل سلوكياته بينتقد العملية التعليمية ويوجهه الجزئية دي إن يحلها صح ويعملها بطريقة صحيحة ده بالنسبة لمعظم المشاكل اللي بتحصل لنا من الانتقاد أو ما بيحصلش وبتزاد في مدرسنا يعني حاجة بتتكلم على سن ربما بيكون العقاف في أشد وحتى من أسد زيتنا أو من مدرسينا الكلام ده بقوله غلط والله هو الواقع بيفرض إن هو فعلا موجود يعني مجتمعنا ربما يكون غير المجتمعات التانية بس برضو أنا حابة بس مع حضرتك حلو الانتقاد ويوازن الانتقاد المقارنة وده أصعب برضو من الانتقاد إنك تقارن شخص بشخص آخر حتى لو أنت عندك ولدين في البيت أو حتى أنت لو معلم في المدرسة وبتقارن أحد التلاميذ الشطار اللي عندك المتميزين بالتلاميذ التانية حيعمل نعمل أنواع الغيرة بالضبط وهيولد نعمل أنواع الغيرة أو نعمل أنواع الحقد وده بيكون بداية الحقد ويكون ناقم على المجتمع حتى أن يكون ناقم ناقم دي بدايتها كانت غيرة بدايتها كانت مقارنة أن يقرن نفسه أو يقرن مجتمعه أو يقرن المجتمع الكبير ككل بالمجتمعات الأخرى وهنا بيبقى عنده نعمل الغضب على المجتمع اللي موجود فيه فهذا كان أساسه هو انتقاد مع مقارنة طبعا أدوات التربية ونمزج التربية المدرسية كتيرة جدا بس احنا عايزين يبقى لنا النموذج المصري الخاص بنا من النموذج المصري الموجودة بيبقى فيها موجود فيها العقاب موجود فيها الانتقاد والمقارنة ولكن بالطرق الجيدة بطرق ان هي ما يحصلش فيها إذا ما عملتش ده صح يعني انت كممكن تعمله أفضل بالضبط دي المدرسة دي المدرسة المفروض اللي تتعامل إنك كان عندك طريقة أو ألف طريقة تعمله وانت وتفكروا بالحاجات الإيجابية اللي عملها طيب الولد غير البنت صحيح نقول نفس المدرسة ولا هنا ممكن يبقى فيه شكل وهنا فيه شكل طيب خلال نقول حاجة مهمة جدا الولد غير البنت فعلا لإن البنات يبقى عندهم نوع من أنواع الهشاشة النفسية فكلمة انتقاد بالنسبة لهم ممكن تكسر الدنيا فوق دي المغم تهدي الدنيا بالنسبة لهم إنه ده أصعب حاجة احنا عملناها في أولادنا المشكلة ليه إحنا بنمنع التنمر والانتقاد والمقارنة لإني ما نعرفش مين عنده هشاشة نفسية ومين عنده صلابة نفسية ومرونة نفسية أو صلاح نفسية بعض الناس اللي شغالين في اللايف كوتش والحاجات اللي زي كده بيقولك أنا هيبقى عندك صلابة نفسية صلابة نفسية لوحدها مش هشيل البيت على العمود فلازم يكون عنده صلابة نفسية يكون عنده مرونة نفسية طيب إيه الفرد ما بين الصلابة والمرونة هقولك دلوقتي ولازم يكون عنده صلاح نفسية المرونة النفسية باستخدمها مع الدايرة الأولى الأسرتي بابا ماما أخواتي زوجتي خطبتي دي لازم يكون عندي مرونة فأتقبل منه شكل الانتقاد كله أه أتقبل منه طيب حتى لو انتقاد لازع وجرح لازم يكون عنده مرونة نفسية وستقبل ده منه طيب الصلابة النفسية ده لما حد بينتقذ بس ده بعد سن الثلاثين من العشرينات من العشرينات لما تكون خلاص حصل نب والدك قال لك مش عارف ايه فانت عارف انه والدك يعني ايه غايف على مصلحتك شايف الحياة بواقعية شوية فتغفر له ده وفي نفس الوقت تقول له حاضري حاجة بالضبط كده فده اسمه صلابة نفسية او مرونة نفسية طب الصلابة النفسية الصلابة النفسية من اول سن يوم بقى من اول سن يوم نعلم اولادنا ان اي نوع من انواع الضغط اللي بتعرض لها لازم يثبت وجوده لازم يكون هو شخصية قوية يقدر نفسه يحب نفسه زي ما هي بكل مشاكلها بكل مميزتها ويدور على نقاط القوى الحاجة المميز فيها بيعرف يقرب يعرف يكتب يعرف يلعب رياضة بيعرف يتكلم كويس بيعرف يتوصل مع الناس كويس يدور على اهم المميزات اللي فيه ده بيخلي يبقى عنده صلابة في نفسه ثقة في نفسه حتى في الاختيارات من اول يوم لازم نعلم اولادنا على عدم التردد واحدة من الاشياء السلبية للشخصية ان يكون الانسان متردد ده معناها انه هو ضعيف الشخصية ان اخذ رأيك يا استاذ مصطفى في ليبسي اخذ رأيك يا استاذ مصطفى في اختياراتي حتى في خطوبتي حتى انا ممكن اعطل الخطوبة سنتين علشان اخذ رأيي الحوالي في اللي هاختوب هل هم مرادين ولا مش مرادين بالضبط معادل الفرح بتاعي واقف على رهن ان الحوالي يوفو يا حبيبي او يا حبيبتي ده فرحك انتي مش فرح اللي حواليك اختيار الموبيلية بتاعت الاساس بتاعك وللأسف الشديد يعني كان كان الدكتور عدل صديق عنده كتاب اسمه واستاذنا طبعا كلنا ايه كلنا مرضى نفسي واندحي اه وهو كتكلم يعني عن المجتمعات الشرقية عموما عندنا ما فيهاش التربية النفسية والتنشئة النفسية السوئية صحيح وده بيأثر بقي علينا ايه ليه انا ذكرت الصلابة النفسية والمرونة النفسية والصلاح النفسي هم دول نواي المناعة النفسية لما بيحصل الانهيار المرونة المرونة والصلابة والصلاح النفسي ده البحث بتاعي ايه بقى الصلاح النفسي الصلاح النفسي مش نحن دايما فيه نظرية بايليو جي بقى لك البقاء للاقوى البقاء للأصلح الاصلح لأصلح اما لو كان الأخوى كنتنا يسفض العيش ايه ايه مو كان أقوى واحد ايه لكن الأصلح أنه يستمر فالصلاح النفسه انه هو يكون مصلح لنفسه ومصلح للآخرين اللي حواليه فيبدأ يصلحهم يبدأ يصلح من نفسه اننا قد اكون في فترة من فتراتي اختياراتي كانت غلط فلازم أصلحها كنت زمان بختار نوعية أكل هي اللي عملتلي نوع من إننا خلتني وزني بقى زايد فلازم أصلح من اختياراتي طول الوقت وده الأفضل في الإصلاح النفسي تكون رجود أفعالي فيها نوع من اصطلاحها لي وإختياراتها المستقبلية الشكل من أشكال اللي بنسميها أحنا العلاج النفس المستدام أن يكون هو صالح للزمن ده وصالح للأزمان اللي جاية كمان اللي هو زي ما قال سيدنا علي ابن أبطالب ربوا أبناءكم ليوم غد يوم غد دي هو الصلاح للوقت الحالي وبصالح كمان أن ابن ده لما يجي قدر المسيرة في المستقبل يكون صالح وعنده توافق مع المستقبل مع مجريات العصر مع التغير مع الجمهورية الجديدة يكون مستوعب ده كله إذن إجمالا زي ما كده بنقول من سنة تسعة سنين ولد أو بنت ما ينفعش تمتقد بشكل مباشر ولا قرده لازم تنتقد بشكل غير مباشر وتجيب الموضوع في صورة حديث أنت ما عملتش ده أفضل حاجة كان ممكن نعمل ده ما بقاش الكلام قدام الناس وما تترنش حد بحد ممتاز بعد 18 ممكن تنتقد ولكن بمعايير صحيح بعد 20 ممكن تنتقد وممكن الشخص اللي قدامك هستقبل صحيح ليه بعد 20 إجمالا رشدتا للأسرة المصرية أو للأب والأم أو للطفل اللي بيستقبل أو الصبي يعني اللي بيستقبل هذا الانتقاد المناعة النفسية هي مجموعة حاجات قلناها اللي هي الصلاة النفسية يكونوا عنده ثقة بنفسه ومرونة أن يتقبل توجيه الآخرين وأنه كمان أنا ما قدرش أحمي ابنك من التنمر لأن التنمر ده موجود في المجتمع ووقع في المجتمع لكن كلما كان عنده صلوب صلابة ومرونة ومرونة نفسية وعنده صلاح نفسي يتخطى الجزء ده ده رهن إيه لما تكون الأب والأم عندهم مسؤولية تربوية حقيقية ابنك مش زي ما أنت عايز ابنك زي ما أنت عايش لو أنت متقبل نفسك زي ما أنت حابب نفسك زي ما أنت حابب اختياراتك ابنك هيقلدك التربية حب شوية معلومات بسطاع التربية قضوة وانت لازم تكون قضوة حسنة ربي أولادك بالحب ما تحاولش تنتقدهم ولا تقارنهم لأنه ده ممنوع حاول تمدح كل السلوكيات الإيجابية اللي هو بيعملها المكافعة بتبقى بضوابط وشروط فهموا طبيعة الحياة أولادنا بيفهمهم من بعد سن سنة بيفهم يستوعب الحياة ويبدأ يسجل كل المعلومات بأي نعم الطريقة أو بأي نعم الكلمات هيبدأ يسجلها حاول تقدم لأولادنا النمازج الإيجابية في المجتمع حاول تخليهم يشوفوا النمازج الإيجابية وشجحهم على ده التشجيع مهم جدا في عملية التربية الطبطبة والحنية والحوار الحوار الحوار مهم جدا كل مكان أولادنا بيتكلموا معنا ويبنسمعهم وبيسمعوا طريقة كلامنا وبيشوفونا واحد بنتكلم ده هيفيدهم قوي هيخلي المسافات تتقرب بنسميحنا القواعد قواعد في البيت الرولز أو القواعد المتفق عليها بشكل ديمقراطي ده هتفيد قوي عملية التربية وخد بالك لو أنت شخصيتك ضعيفة أولادك هيقلدوك وتبقى شخصيتهم ضعيفة التردد من أفضل الحاجات في النفسية هيبقى سلبي جدا حاول تبدع التردد الانتقاط زي ما أنت وقلت يا أستاذ مصطفى ليه معايير وضابط من معايير وضابط الانتقاط ده إنه لا يمس شخصيته لا يمس لون بشرته لا يمس شكله وتكوينه الجسمي أنتقد سلوكه معين وموجهله زي ما أنت أشرت أنه كان ممكن عندنا بدائل نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا وقليل من الانتقاط كل ثلاث شهور مفيد للأطفال في سن 69 طب عملها إزاي؟ عشان كده هل بنلغيها لأنه لما بيكبر ممكن يتعرض للانتقاط في المدرسة يتعرض للانتقاط في الجامعة يتعرض لانتقاط في العمل فلو هو عنده شاشة نفسية وما عنده استلابة نفسية أول ما مديره يرفض تقرير ليه أو يرفض شغلي ليه هيبدأ يحصل له نوع من الأحباط والاكتئاب يروح للتدخين أو لقدر الله لحاجات تانية أصعب من التدخين صحيح على أي حال يعني أنت حرك وصلت المعلومة أعتقد المعلومة واضحة لكل ناس ده حقيقي؟ الناس وفيما عشقونا مدايبه الأسرة المصرية طبعا بطبيعة الحال لها ألوان مختلفة من التعامل منشوف أشكال كتير جدا من ده لكن الضوابط في عملية الانتقاط ضوابط مهمة لابد أن يراعيها الجميع حتى يعني لا إيه يؤثر ذلك على الصحة النفسية أو يعني التعامل نفسية الوسطية لا إفراط ولا تفريط في عملية التربية من أفضل مناحك صحيح شكرا لك يا دكتور علي دكتور علي عبد الردي شارة أهل النفسي في جماعة عن شمس نورنا وشرفنا أفضل نمجنا صباح الخير يا بصر شكرا لك شكرا لك